نسأل خير على كل مشاهدين ومتابعين في كل مكان حلقة مهمة جدا وحلقة مختلفة وحلقة خاصة من برنامجكم كلام من الآخر طبعا زي ما حضراتكم عارفين كلام من الآخر بنعرف منه كل حقوق كل زوجة وكل زوج وحقوق الأبناء وإيه المشكلات اللي بيتعرضوا لها بعد الانفصال وكيف نواجهها وإيه حلها مع المستشار أسامة مبارك الحاصل على ماجستار في الملكية الفكرية وأيضا باحث دكتوراه بالقانون الجنائي موضوع حلقتنا النهاردة هو الدول العربية وكيفية الاتفاقيات الدولية والجمعيات النسائية أهلا وسهلا بحضرتك كنا عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك تشرح لنا أكتر عن الاتفاقيات الدولية وعلاقة الجمعيات النسائية دلوقتي وتأثيرها بالموضوع ده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وده تعتبر أو فوجة نظري من أسوأ الاتفاقات الدولية اللي انضمت لها الدول العربية وبرضو فوجة نظري أو في رأيي أن ده وقت مناسب للرد على اللي بيحصل في غزة أن الدول العربية تنسحب من الاتفاقات دي لأن الاتفاقات دي لها أثار سلبية كارثية على كل الدول العربية عايز بس أن أنا أوضح أن غالبية الاتفاقات الدولية اللي بتنضم لها الدول العربية مش عايز أقول أن هي بتبقى في صف الغرب أكتر من صف الدول العربية يعني طبعا إحنا وطبقى القانون الدولي مش ملتزمين هي الاتفاقات الدولية دي بتبقى اختيارية يعني هي مش بتبقى إلزامية على الدول لكن هو طبعا من باب التعاون الدولي المفروض أن الدول العربية بتنضم أو الدول الإسلامية بتنضم الاتفاقات دي من باب التعاون الدولي أنا بس أن أنا عايز أوضح في البداية أن الموضوع بدأ يمكن في مصر من أكتر من 40 سنة موضوع ختان الإناس يعني يمكن كانت عادة متبعة في مصر وبدأوا أن هم يتكلموا عليها بشكل يمكن لغاية ما تم تجريم ختام الإناس وطبعاً موضوع ختام الإناس دوة أو منع ختان الإناس يمكن ده عايز حلجة الوحدي لكن هو بدأ يمكن في مصر بموضوع ختان الإناس وتحول أو انتقل الموضوع لمنع تعدد الزوجات والمساواة في المراسل لتونس وأخيراً طبعاً اللي بيحصل في السعودية من موضوع أن المرأة الوقت بتقود السيارة على خلاف المفروض للثقافة المنتشرة أو موضوع الملاهي الليلية اللي بيتم إنشاءها طبعاً الموضوع مش هيقف عند الحد دو ده المفروض في العديد من المطالب أو من المفروض الغايات اللي هما بيهدفوا التحقيقها يعني طبعاً هو الفكرة أو الزريعة أو المبرر المساواة بين الرجل والمرأة طبعاً حتى لو إنهو على خلاف الشريعة الإسلامية لأنهما طبعاً يعني زي ما هنها وضح هما بيلزموا الدول العربية إن هي تلقي بتعليم الشريعة ورى ظهرها وإن هي تلتزم بالاتفاقية وبرضه إنها وضح إن غالبية الدول العربية تحفظت على بنود الاتفاقية وجلت بالنص إن بنود الاتفاقية بتخالف أو لا تتوافق مع تعليم الشرع الإسلامي طبعاً زي ما قلت ده يعني الموضوع اللي أن يقف عند هذا الحد يعني طبعاً الموضوع أو فكرة المساواة دي زي ما بتدين نحن نسمع عن أفكار المفروضة إن هي غريبة على المجتمع المصري أو على المجتمع العربي والإسلامي لكن بيتم بداية الدعوة أو ظهور الفكرة وبعد كده فيه اللي بيروج لها وبعد كده فيه اللي بيدعم الفكرة لغاية ما الفكرة ممكن تحول لقانون أو لواقع بيفرض على المجتمع زي عملت إن المرأة المفروض إن هي من حقها نهاية بات خرج البيت يعني الموضوع ده كانت ترح من فترة واتناولوا قنواتهم وزيعات كتير جداً لو ظل التشريعات اللي هي المفروض الدول العربية تغيرها على أساس أنها تتوافق مع حكام الاتفاقية ده ممكن أنه يتم نقطة تانية غلط لا ده يتم نقطة تانية زي ما وضوع المفروض المساواة في العلاقة أو في الحق الزوجية يعني زي ما الرجل ليه الحق في النهوة هو ظلم يا معالي المستشار لو تمت المعادلة والمساواة والله لا ده هو يتم والله هيتم ظلم المرأة طيب حضرك زي ما الرجل بيملك الحق في تعدل الزوجات المفروض هيبها في مطالبة بأن المرأة تملك الحق في تعدل الأزواج لا يمكن أنا بقول لحضرك يعني كل الكلام ده هو يتم ينحر عاملات التطليق يعني وإن كان القانون دلوقت توسع وأعطى للمرأة الحق وأتاح العديد من الوسائل والطرق في إنهاء العلاقة الزوجية زي ما تكلمنا أكتر من المرة لكن هو الهدف برضو المساواة إن زي ما الرجل بيملك ده تبقى للشريعة الرجل بيملك منفردا حق إنهاء العلاقة الزوجية ده يبقى للمرأة زي الخلع ده مش خلع ده هي تبقى مباشرة اللي هي الحق إنها تطلق الزوج يعني تقول لهم تطلق بالزبط طبعا دوة برضو تحت فكر أو مسمى إن المرأة بتملك حريط تصرف في جسدها ده ممكن إنه برضو داخلها في علاقات غير مشروعة ولا تحسب على الكلام ده ده قانونيا ممكن ده كل دوة هوصغف صورة قانون وأنا بعد كده أنا أوضعها يعني إن شاء الله في الحلقة القادمة هجدم مشروع قانون مقدم للبرلمان في الكوارززية يعني فيه إجراءات عملية يعني حاليا في الطريق لتنفيذ الكلام ده لو تم تنفيذها تبقى فيها هدم للأسر ده في كوارزز والقيم والمبادئ يعني يا جماعة إحنا كعرب ده هدم يعني للقيم والمبادئ بتاعتنا كإسلاميين وعربيين برضو من الأهداف اللي هو المفروض أن هم بيسعل تحقيقها للقضاء على فكرة تربية المرأة أو تعديب البنت يعني الأب أو الأخ أو الزوج اللي هتعرض للمرأة اللي هتعرض بس يعني بعد كده المفروض أن هو ممنوع أن الأب يضرب بنته أو الأخ أن هو يقاوم أخته الكلام ده هيبقى مجرم قانونا طبعا برضو من الحياة اللي هو الواحد متخوف منها وبتوقع حدوثها برضو في الدول العربية موضوع الحرية برضو تبقى البنود الاتفاقية في إنشاء عقد الزواج يعني إحنا إيه زي ما يمكن عرض من فترة طويلة في أحد الدول العربية على ما أتذكر أن الدول العربية هتكفل حق الشواز يعني المثليين أهوبة فيه إمكانية للزواج ما بينهم يعني طبعا من الحياة اللي هي برضو بتطرح حالين إسم الأسرة يعني ممكن الأبناء يقيدوا بإسم الأم مش الأب وفيه مطالبات بإن تبقى القوامة للأم يعني تبقى الأم هي اللي القيمة على الأسرة ده طبعا إيه حالين يعني عكس اللي ربنا عز وجل بيقوم 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 بمحاربة محاربة الدين اللائق محاربة رسمية ووضحة وطريحة بالضبط هو الموضوع الهدف منه القضاء على كل مظاهر الشريعة هو فيه محاربة للعادات والقيم والتقاليد والثقافة العربية والإسلامية وفي الأساس لأن العدو الرئيسي بالنسبة للغرب الإسلام طبعا فهم بيواجهوا الإسلام بكافة الطرق لكن للأسف زي ما أنا أحب أن أنا أونوه أو أن أنا أشير ده وبيتم للأسف من خلال من خلال جمعيات دي زرعت في الداخل يعني بتهدف أو بتعمل على هدم القيم والتعليم الشريعة تحت مسمى المساواة بين الرجل والمرأة طبعا إحنا زي ما قلنا أكتر من مرة أن الفكر ده هو فكر خاطئ وبيخالف الطبيعة البشرية وفكر شاز وبيخالف الشريعة الإسلامية لكن للأسف للجمعيات إحنا عندنا في مصر أكتر من 300 منظمة وجمعية بتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة ممكن الموضوع يبقى مقبول أو يبقى متصور لما نطالب بالمساواة مثلا في العمل في الحرية السياسية في الحرية الاقتصادية لكن إن أنا أطالب بالمساواة فيما يخالف أحكام الشريعة ده شيء طبعا غير مقبول طبعا ده مش غير مقبول ده مرفوض هو مش غير مقبول هو مرفوض تماما تماما بس أنا عايز أن أنا أوضح أن بعض المظاهر عفوا يعني حالك قلت في ضمن كلام حضرتك أن هينصت على كفال أو كفالة حق الشزوز اللي هو ربنا عز وجل اللي ذكر في قصة سيدنا لوت عليه السلام أن أقوى وأقصى عقاب تم كان لعقاب اللي هو جعلنا سافئة عليها سافلها هو الفكرة برضو أن هم أن هم أساسا يعني بتدعوا الفعل ده يعني ربنا عقابهم يعني سيدنا لوت لما جال هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم يعني أنتوا بحانتكم ربنا إداكم المفروض زوجات يعني هم ربنا خلاهم أهل الموضوع ده وإنتوا تسيبوا الزوجات وتروحوا تعملوا الفعل القذر ده فهذا القانون محارب لشريك اللي وطبعا هم كان ردهم يعني ردهم نفسه كان شيء غريب يعني مستهجا أن هم إيه يعني زي بيقولوا إنت ملكش داخل بالقصة دي خلينا نعمل اللي احنا عايزوه أيوة تمام اللي هو كفالة الحرية دلوقتي بيطلبوا بيها الحرية ما هو الأسف كل كارثة بترتكب بتبقى تحت فكر الحرية مسمع الحرية طبعا المفروض أن لو نحنا بنؤيد موضوع الحرية بس بتبقى في إطار ضو ما تبقىش حرية مطلقة لأن أنا بتقى في حريتي عند الضرر أو المساس بحرية الآخرين لكن إن أنا أكفل مثلا مساواة على حساب الأسرة أو على حساب المجتمع والأسف ده اللي بيتم إن أنا حاليا بيتم مجاملة المرأة وإن أنا بأوصيق قوانين بتخليف تعليم الشريعة لا لشيء إلا لأن أنا أرضي المنظمات النسائية والإضرار بالمرأة يا فندم يعني حضرتك لما احنا بنقول للمرأة إنت هتبقي إنت الماثر بإسم الأولاد بإسمك وإنت اللي هتقوميه وإنت القوام عليك دي منتهى الظلم يا جماعة للمرأة هو اللي بيتم للأسرة ظلم صريح وضع لأن الراجل اتخلق علشان مكلف بالمسئولية إن هو اللي يصرف هو بس حضرك أنا بس في سؤال بيجول في خاصري من فترة طويلة أنا كل ما بشاهد ناشطة أو حقية بتدافع أو بتكلم عن حق المرأة بسأل سؤال ونفسي واحدة تطلع تجاوب على السؤال دو أو ترد على السؤال دو إذا كانت هي بتطالب بالمساواة وإن إحنا نخالف تعليم الشريعة الإسلامية وإن إحنا نلقي بتعليم الشريعة أو نضرب بعدها نضرب عرض الحائط السؤال 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 ليه دايما الجماعات النسائية بتتمسك بحقوقها اللي أقارتها لها الشريعة الإسلامية يعني هي بتعرف إن في مهر بتعرف إن في نفقة موتى بتمسك فيها دي بتمسك فيها لكن اللي بيخالف هواها بيقولك لا دا ما ينفع هي مشوعة على مذاك يعني هي بتاخد إحنا طالما إن في مساواة أو إن هما بيطالبوا بمساواة إحنا موافقين عن المساواة بس بشروط إن يكون في مساواة فعليا إن موباش فيه نفقة زوجية تعود نفقة زوجية لي تبقى المرأة مكلفة بإن هي تنفق على الأسرة إن الزوج لا يتحمل بأي عباء مفيش حاسمها منقلات زوجية الزوج يجاهز لي يتم عداد مسكنة زوجية من الاتنين إن لما تطلق ما تاخدش النفقة موتى على نفقة عدة يبقى نرجع تاني نلتزم بالشريعة الإسلامية مشاهدين القرام لأن فعلا هتبقى غابة يعني إحنا لو مشينا بهذا الكونسبت وهذا المنطق إحنا هنمشي بمتحوم الغابة الحضرك هو الفكرة الغابة بأن إحنا مفيش ريسبونسبالتي مفيش أي ريسبونسبالتي لا للراجل ولا للمرأة هو الفكرة برضو أنه مش موضوعك يا غابة أنا في رأيي وزي ما حضرك أشترك من المرأة إن المساواة بيدور بالمرأة هي دلوقت مقرر لها حقوقه يعني مش عايزة بيقولها واسعة جدا هي بتاخد مسكنة زوجية الحضانة ليها طيب موضوع زي موضوع الحضانة في المساواة المفروض ما باش لها الحضانة يبقى هنا من اللي بيدور المرأة لأن لو يتم المساواة المفروض أن يتم اقتسام الأبناء أو يتم اقتسام الوقت يعني مثلا أنه ممكن يبقى الأبناء مع الأم شهر والأب شهر يعني ده طبعا إيه على خلاف المقرر أنا بس أني عايز أني أوضح أنه لأنه عقب انتهاء كل حلقة بجيل العديد والعديد من الاتصالات يعني كتير من سادة المشاهدين بيسألوا إحنا ليه وصلنا للدرجة دية ليه فيه انحياز واضح باتجاه المرأة وفيه إضرار بالأسرة وبالمجتمع عايز بس أني أوضح أنه طبعا للأسف للأسف مش عايز أقول أن الرجال نايمة أن الستات بيتحركوا طبعا المستوى المحلي والمستوى الإقليمي يعني أنا زي ما أوضح هم مشغالين لكن إحنا بنتعامل مع الأمور الرجال بيفجأوا أن فيه قوانين أو فيه قرات بتضرب بالأسرة بتضرب بالزوج لكن هو بيجي في تفرج مش بياخد أي إجراء أيها وعايز برضو أن أنا أوضح أن طبعا بيتم تجنيد نشطين حقوقيين رجال دين للدفاع عن حقوق المرأة يعني أنا للأسف أنا بلاقي غالبية رجال الدين مش بتكلموا عن حق الطاعة أو القوامة للرجل أو الحفاظ على الأسرة لا هو كله بتكلم عن حقوق المرأة ما فيش حد بيجي بتناول حقوق الزوج أو حقوق الرجل للأسف يعني طبعا نتكلم هنا عن الاتفاقيات أو عن المستوى الدولي إن فيه العديد من الاتفاقيات اللي هي تتكلم عن حقوق المرأة أي فيه عجالة لأن يعني وإن كانت فيه اتفاقيات بتكلم عن حقوق المرأة بشكل مباشر وفيه بعض الاتفاقيات بتكلم بشكل غير مباشر مساق الأمم المتحدة سنة 1945 الإعلان العالمي على حقوق الإنسان الذي اعتمادته الأمم المتحدة في سنة 1948 الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة عام 1952 الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة عام 1957 اتفاقية الرضا في الزواج والسن الأدنى وتسجيل الزواج عام 1962 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966 الإعلان العالمي الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة سنة 1967 الإعلان العالمي للقضاء على العوم ضد المرأة سنة 93 المؤتمرات المؤتمر العلامي الأول المرأة في المكسيك سنة 75 مؤتمر كوبنهاجن سنة 1980 مؤتمر نيروبي في سنة 85 مؤتمر البيئة والتنمية سنة 92 مؤتمر فيينا سنة 1993 وده المعروف بالمؤتمر العلامي لحق الإنسان المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة سنة 94 المؤتمر العلامي الرابع المعني بالمرأة في بيكين الصين سنة 1995 اجتماع الضورة الاستثنائية 23 الجمعية العامة لأم المتحدة سنة 2000 بعنوان المرأة عام 2000 وده كانت بتكلم عن المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الواحد وعشرين كانت في نيويورك القرارات الدولية قرار مجلس الأمن الدولي 1325 سنة 2000 حول دور النساء في السلام وحل الصراعات وحمايتهن أثناء الصراعات دي قرار الجمعية العامية لأم المتحدة 165 سنة 2004 للعمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات باسم الشرف ده خاص بالمنطقة العربية قرار الأمين العام للأم المتحدة سنة 2005 لتحضير دراسة حول العنف ضد النساء قرار مجلس الأمن الدولي 1828 سنة 2008 حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء النزاعات المسلحة وضروط حمايتهن قرار الجمعية العامية لأم المتحدة رقم 86 حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنئية للقضاء على العنف ضد النساء قرار مجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن المرأة رقم 1325 و1888 و1889 خاص بالعنف ضد المرأة في الصرعات الصرعات يعني اللي بيحصل طبعا في غزة ده هم ومنهم شو دعوا به الاتفاقات الدولية نظام روما الأساسي الاتفاقية التي أنشأت المحكمة الجنئية الدولية اعتبرت العنف واسع النطاق أو المنهجي المواجهة ضد النساء والفتيات من السكان المدنيين جريمة ضد الإنسانية اللي بيحصل في غزة وجريمة حرب إذا حدثت أثناء النزاع وبيحمل الأفراد المسئولية عن الجرائم وليس الدول اتفاقية بليم دوبارا دي اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه هو استقصالة سنة 94 دي كانت خاصة بدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي اللي بيحصل داخل الأسرة سنة 2011 اتفاقية السنبول ومنع ومكافحة العنف ضد المرأة سنة 2016 بورتوكول مابوتو الأفريقي سنة 2003 الملحق بالمساق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بورتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بعض اللجان لجنة حقوق الإنسان المسؤولة عن مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتبع للأمم المتحدة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للأمم المتحدة المكتب الإقليمي لمنطقة العربية لهاية الأمم المتحدة المرأة حركة مساوية العالمية ومجموعة العنف ضد المرأة وده كانت بتهدف لتحقيق أو نحو قوانين أكثر عدالة للأسرة المسلمة وده كان مقرر في ماليزيا وهنا أنا بقى تساءل هل القوانين اللي أقارتها الشرع الإسلامية والموجودة القوانين الخاصة بالأسرة وده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الغرب آسيا وطبعاً الكارثة عندنا هنا أو اللي إحنا موضوعاً للحلقة اتفاقية السداو والسداو دي بتعتبر اختصار للمسمى الإنجليزي بتاعها The Convention of All Elimination Of All Forms Discrimination Against Women اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية دي أو المشهورة باتفاقية السداو دي المفروض أن هي بتهدف للغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وده كانت وضعت كمشروع قانون في سنة 79 وتم التوقيع عليها من بعض الدول في سنة 80 ودخلت حيز النفاذ الفعلي سنة 81 وده انضمت ليها 190 دولة وخمس دول بس لم تنضم ليها لكن الغريف في الموضوع أن أمريكا أو الولايات المتحدة الأمريكية وقعت على اتفاقية ولكن لم تصدق عليها يعني ما دخلتش حيز التنفيذ بالنسبة لأمريكا والهدف من المفروض الاتفاقية دي أن هي بتلزم الدول الأطراف اللي هي بتوقع على اتفاقية اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية يعني المفروض أي شكل بيشير لتمييز بين الرجل المرأة ده يتم القضاء عليه يتم القضاء عليه يعني ما فيش تمييز يعني كل الحقوق اللي قررتها الشريع الإسلامي للزوج لازم يتم القضاء عليها ويتم وضع آليات أو قواعد تكفل المساواة على خلاف الشريع الإسلامي وبواجه خاص تضمن أساس تساوي الرجل مع المرأة يعني لو رجل هيقيم علاقات غير مشروعة يبقى ده بتقرر المرأة لو زوج متحلي وإن كان بيخالف الشرع أنه هتزوج عورفي وهو متزوج يبقى يحق المرأة أنها تتزوج عورفي على الزوج كل أشكال اللي هي بتخالف الشريع الإسلامية اللي بتدمر المجتمع الإسلامي والعربي طبعا غالبية الدول العربية هم عايزين يخلونا زيهم بالضبط بس للأسف يهدوا الأسرة المصرية برضو اللي أنا بتعجب منه العربي عفوا اللي ده بيتم من خلال تأييد داخلي لجمعيات والمنظمات الموجودة في مصر يعني برضو أنا زي ما أشير أصلا حضاتك يعني يا معالي المستشار لو ده تم تطبيقه ده في تدمير مباشر للقيم والمبادئ والأسر العربية كفة مش المصرية بس طبعا ما هو هو الموضوع بيخص الدول العربية ككل لكن أنا برضو عشان الوقت أنا بس أن أنا عايز أن أنا أشير أن الدول العربية تحافظت على اتفاقية وجالت أن بتخالف تعليم الشرع الإسلامية وأنا هنا مش هتكلم عن الدول العربية مصر أو السعودية أو الدول اللي هي أبدأ التحفظات وإن كانت الاتفاقية جالت بيحظر الدول دي أن هي تتحفظ لرغم أن القانون الدولي بيعطي الدول في حالة توقيع أو أن هي تصدق على أي اتفاقية أن هي تبدي أي تحفظ أو اعتراض أنا بس عايز أن أنا أوضح تحفظات اللي هي أبدتها إسرائيل مش الدول العربية إسرائيل جالت إيه لما جاءت توقع على اتفاقيات جالت تقرب دولة إسرائيل عن تحفظها فيما يتعلق بالمادة سابعة فقرة بيه من اتفاقية وذلك بخصوص تعيين النساء قضيات يعني الإسرائيل اعترض جاءت ما انفعش نحن نعين النساء في إسرائيل قضيات إيه دا؟ طب ما هو مدام القانون بقى بالنسبة له حرية مطلقة لا ما هو إسرائيل مش عايز أقول لحضرك تمسك بالتعليم الشريع اليهودية أكثر من المسلمين بتحترم تعليم الشريع وجالت تعيين النساء قضيات في المحاكم الدينية حيستحرم ذلك قوانين أي من الطواف الدينية في إسرائيل وجات إيه؟ وجالت تقرب دولة إسرائيل إزدواجية المعايير لا هو مش هنا إزدواجية بالعكس ده موقف يحترم إسرائيل إن هي لما لجي الاتفاقية تخالف تعليم الشريع اليهودية يعني لنا إحنا نهد بالنسبة لهم هما إن إحنا نهد الشريع الإسلامية لكن بالنسبة لهم هما يحفظوا على الشريع اليهودية برضو بردو بقصد إن كان المفروض للدول العربية تقف نفس الموقف برضو تقف بحزم ضد أي نص بيخالف تعليم الشريع الإسلامي وجالت تقرب دولة إسرائيل بموجب هذا النص عن تحفظها فيما تعلق بالمادة 16 من الاتفاقية من حيث أن قوانين الأحوال الشخصية الملزمة لمختلف الطواب في الدنيا في إسرائيل لا تتوافق مع تلك المادة يعني قوانين الأحوال الشخصية بتتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية ده في إسرائيل مش في الدول العربية وأهم النقاط بقى لمعلم مستشار لأن فاضل معنا دقيقة واحدة في السنة فأنا أهم النقاط باختصار هي الاتفاقية يعني أنا برضو يريد أو بأمن لأننا هنا ما قدرش أننا أقلب أنا بقى أشير أن الاتفاقية بتمثل كارثة على الدول العربية في المادة 2 يطلب من الدول العربية أنها تخالف أحكام الشريع الإسلامية في مواد يعني هي يمكن الوقت لن يسمح لكن في مواد بتنص مباشرة أو بتحذر على الدول العربية أنها تبدي أي تحفظات وأنها تسحب التحفظات بتاعتها طبقا للقانون الدولي أن من حق الدول العربية أنها تنسحب من الاتفاقيات الدولية اللي هي بتمثل أمن والسلم الاجتماعي داخل الدولة وأنا في رأيي وطبقا لنصص الاتفاقية والاتفاقية باللغة العربية يسمى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الاتفاقية دي أو المعروف باسم السداو وبرضه أنا عايز أن أشير أن تم التعتيم على الاتفاقية يعني الاتفاقية لم يتم عرضها أو نشرها أو التوعية بخطورة الاتفاقية غالبية الدول العربية وقعت عن الاتفاقية من تحت لتحت في السير فأنا أبدو أن نحن نسحب من تلك الاتفاقية أكيد حضرتك كل حلقة بتوجهنا وبدعمنا وبتدينا معلومات في منتهى الخطورة نحن لازم ننتبه لها وقت خصوصك وكم محامي كبير حركت دايما بتنبه أو بتقول يا جماعا خلي بالنا مش أي قانون نقدر نمضي عليه أو نوافق عليه لأنه أحيانا بيبقى موجه لهدم الأسر العربية والمصرية بصورة خاصة جدا وهدم الشريعة الإسلامية الوقت ما حضرتك بيخلص بصرعة جدا مشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا اتشرفت بيك ويارب تكون الحلقة مفيدة وممتعة كنت معكم دين حمدي